مساء الخير ومرحبا بكم. قبل ما نبدأ بويته نشوف الصوت والصورة. عندكم الصوت مزيان والصورة ديالي مساء والخير. الموضوع ديالي يوم راني كتبت العنوان الفوق. معين الضيفة الحلقة تربط بنا اتصاله. السلام عليكم. رشيد ريتشي مخرج مساء الخير. بس عليك صحيحة. عمد لله انت بخير. شوية لتنك حب وصافي. لما نقول لك اش تدير ولا ما تديرش ان لا اش الدينامية واحد اللي حاضر معانا اولا اكتر من بعدني يعني كل واحد غيرتك واحد لوصفة. وسمع الواليدة ما تسمع لي لي ايانا ولا شي واحد اخر. بك تهضر الواليدة كنسكتو. سافي. يعني دير لك شي اللي قاتلك. انجربها عاد من بارتاجيات معكم. بارتاجيات اذا لا بغيتك. مش اللي بغيت طبقها مرحبا. باتي اخي دير لك دير لي الكامون والحامض. اه. ازوط الهذية. وديرهم يسخنوا شوية. بطارقة دير اللي ما عاشدك حمام حمام مريم ولا ما. اه بان دو ماغي اه. طب. قالك شوية خروفة كتبية 12 قاشر بمعلقها. ايو واصف ان شاء الله تجربها وما تصدق ليك. تصدق ولا ما تصدقش غا تصدق. شكرال شكرال. اه. مرحبا المساء والخير. مرحبا بكم في حلقة اليوم. كان عيني نشوف الضيفة دينا اللي غا تكون معنا في البرنامج اللي عنده ديراية كبيرة في هذا الموضوع. انا كيكت لكم ما عنديش واحد ديراية كبيرة. بحتي واحد شوية براسي. كتكنس مع بعض الموارد ولكن ما كانش عندي بحثة او كبيرة او تعميق انا. اللي تزدت في الراس مزين. انا كتبال ضيفة ونشووش معنا او فينا هي. غادينا هضروع له واحد الموارد اللي هو مزمن وكي قيقاسي او كيعاني منه عدد كبير ديال شكرال اخ يوسف شكرا. لكيعاني منه عدد ديال الناس في المغرب في المغرب عدد ديال المغاربة في الصمت. اه مرة مرة شكران. شكران يوسف شكرا. اللي كيعاني منه بزاف ديال المغاربة. وفي نفس الوقت العدد الكبير ديال المغاربة ما تعرفش بلا كينا واحد المراض واسمية دياله وها علاش وكيفهاش. وبلا رأي العلاج في المغرب ما كينش. يعني ما مسوقينش. ما كيستثمروش كيف العادة في الانسان. للآسف للآسف. ما كيستثمروش آآ ما كيستثمروش في الانسان. ما كنقولون استثمرو في الانسان هو المدرسة. الطبيب جاميعا نقولو. اماكن ديال الصياف او ديال الرياضة. دور الشباب وزيدو. يعني هاد النوع ديال الاستثمار غير موجود. للآسف. احنا مقاونا نغوة ونقاونا نمكي ونقاونا انا عشنو كنديرو باش بغينا الوطن ديالني يزيد القدام. غير الوطن ديالني. حتى هو يبحى البلدان واحدة اخرى. ولكن للآسف نكونوا صراحين بعض المرات كتفقدها ذاك. ذاك الحلم. اسميه الوطن ديالني. ماشي دي امريكان دريم. الوطن دريم. الوطن دريم. ناس كتحلم ده بما نعرف. طلع للقامار تشرب قاوة. احنا الحلم ويعطيونا اسبيطارات في المستوى ويعطيونا مدارس في المستوى. جامعات. لم يعطيونا. هير يردو هذا الشي القديم اللي قرنا فيه. احنا ستينات سبعينة ثمانينات. هير يردو هادك شير ردوه لنا. بقيمته بالمستوى ديالو بالدكتور بقيمته المعلم او الاستاذ بالقيمة ديالو. دو كل مدارس كي كانت زوينا. ردوه لنا هادك شي. شكرا. يعني يردوه لنا هير هادك شير ردوه لنا. ما بغيناش احنا قاعد العصري هاد الشي الجديد ديال ده. بغير خليه عندكم. اخوذوه. عطيونا هير القديم. اه الضيفة كي بلي عندها مشكلة باش طلع ما عارش علاش را كنطلع عاجوش ديال المرات. اهنا. اه ما عارش مش مشكلة ديال الاتصال ولا هادا. نتمنى غادي يتخدم من هادا. هادا هو كي قلنا هادا هو حالنا. للاسف, انتستمرو دائما. انتستمروا في شي حويش غير اا غير معقولة وممحتاجينش لها. يعني ما زال غا نحتاجه لها من بعد. اوووووووو highway حالنا. كلت لكم غادين الصدفة الضيفة وهي غاد فوتشوف اا ناخدوا مننا بعض المعلومات. احنا الهدف ديالنا ديالها اللايف كيف العادة شكرا شكرا الاخ يوسف شكرا هو كيف العادة غدا رحبو بكم مساء الخير ومرحبا بكم فات الحلقة وانتمنى تديروا شوية ديال بارتاج شوية ديال لايك بلما نقرأ عارفكم كيكون الموضوع زيد شيق والحوار تكون في واحد المستوى مهم او جيد لدرجة ان الناس كينساوي بارتاجي وايو لايكي واو يديروا باش اللايف يطلع ما يتهرش لنا ما يتسابطاش ولكن ده باهر طالبا منكم او مننا سنقولوا مني انا شخصيا تبارتاجيوا باش هاد المعراض هاد النوع ديال هاد الامراض يزيد يخرجي تعرف في الوجود بارتاجيه كما يحب انك قدي قيسك انت او غاي قيسك او قايش شو واحد عندك او شو واحد قريب منك ما كتعرفوش بلا رافية داك المعراض وحنا كيكتعرفو المجتمع ديالنا ديما ما كتلقا مشكل حات ما كنستتمروش في راسنا الدولة ما مستتمراش فينا وحنا ما كنستتمروش في راسنا قليل لي كتلقى شد كتاب او تقول لك انا غنخلص غنمشي الواحد محاضرة او غنمشي الواحد محاضرة فابور او شي حاجة مش انتقى فراسين قراء ما عنده تعالقه بخدمتين وكان دي قليل لي كتلقاه ولكن في حل الفم في الهضرة في الناس عدنا بطولة العالم في العيد في الناس عدنا بطولة العالم واحد مسكين كتلقاه غادي مريض واحد تقول لك شو كيدير عوج ولي عوجها راك تتعرفو غلاضي يتيموش كيلة واش تكت تاكل واش هذا راك يتيمالك مريض كيم مادر تيمريض وباش تعيش مزيان وعندك الافكار الايجابية وتكون عندك واحد طاقة زوينة دائما غير المكان مع الانسان الاخر اللي كاتشو قبل ما تحلف امك غير المكان مع ذاك الانسان الاخر خديتي الطاكسي غير المكان ديالك دخل انت في الحالة دي ان ذاك الانسان قول انا وريت انسوك الطاكسي ومو الطاكسي والزابون ديالي بشيتي في الطوبيس نفس الشيء تلاقيتي بالسورطة نفس الشيء الدكتور بنفس الشيء هذك اللي تبيع الخضرة في كاروسة بنفس الشيء غير المكان الى بديتي تخدم هاتطريقة شوف راسك هو هذك الشخص الاخر اقسيم بالله غاتعيش باخر وديوليك عندك حتى الفلسفة تفكير ديالك غاتكون مختلفة لانك تقارن راسك مشيك تقارن واش حسن ولاك فصل الله هذك تغير المكان كتقول لي كتشوف راسك انت هو ذاك الانسان يعني غاتقول لي كتعامله باحترام كيف ما بغي نوعه وكتعامله كيف انت بغي تيعملك وكنتي في ذاك المكان نحن باقع بنا ذاك التعقافة ديال وهذاك هير هير تبيع الخضرة هاداك هير سيكوريتي وهذاك هير مالباكسي هاداك هير هادا يعني بنزال ذاك التعقافة خاصنا نخدم عليها بزاف باش نغيروها الهدف ديالنا دائما في هذه اللايفات هو نخرجو نناقشو واحد الظاهرة او واحد الموضوع اجتماعي باش نغدئو الفكر ديالنا نوعيو الناس نوعيو بعضياتنا وكنتمنى كيقلت دائما بيتنسى اليوم اللايف كل واحد كيشد واحد لخمسة دقائق ويقلاس يدور ذاك الهدراء مهاراسو يشرب لي شوية ديالماو لك وليشرب باش نو كيبغي ويشوف واش السافتة دا واش هاد الشي اللي تعلمت عفاكش السيلونسيو عندك دير الموت تعلم فاك الى واحد كي دير واحد النقطة ديال الوقوف باش كي راجع كي راجع شنو هدرنا عليه شنو ما هدرناش كيستافده شنو كانت عندك اضافة باش يمكن غدى يبدأ النهار بطريقة جديدة وكي تاخد قرار كل نهارك تاخد قرارات صغيرة او كبيرة باش يمكن تزيد اللي قدام وكي كي نقول دائما في اللاي ذات ديالنا احنا كنا سواسية راتش واحد محسن مش واحد حاضر هنا او في الحياة عامة كنا سواسية الفرق ديالنا في انتبقى هو في الاخلاق طريقة الكلام طريقة الاحترام طريقة الحوار هادا كوالفرق ما كنت تشي فرق عليك حالا بيض خدام ما خدامش عندك ما عندك شادك الشي ما عندناش موضوع دياليوم كي قلناه هو متلازمة المارفون او المارفون لكل هو واحد كيسمي لي هو واحد الماراض اه هو الطيراب انا براسي بغيت نقول لكم اول حجرة ما عنديش ديراية كبيرة بعد الموضوع ولكن بحثت عليه شوية استافت تقريت ولكن كينا السيدة معانا اللي مهتمة او عندها مشكل مع هاد الماراض اللي غتقدون اخدو مباشرة عندها بعض الموضوع طريقة اما شخصيا انا ما عنديش ديراية وبعيد على العمل ديالي او الاختصاصات ديالي ولكن خاص بعض البرامج او بعض المواضع تخرج للوجود باش يمكن الشعب يثيق ويوعاو يمكن يقدر المسئولية ويعارف شنو طاري حيث اليوم اللي بيخير عليك عندك صحيحة بيخير ارا غضي ممكن ما عندكش اضربك واحد الماراض بحال هذا النوع الماراض صافي مشيتي وغتولي تقول او ويليش كتك اندير عارت توليك اتراجع نفسك لما راجع نفسك دابة ونتمنى غدا تكون انسان جديد متلازمات المارفان هي واحد الطيراب اللي تيكون ويريتي كياتر على النسيج ضام في الجسم ديالك وهو واحد النوع اللي كيوفر تنظن الدعم المورونة العديد ديال الاعضاء والانسيجة وهذه المتلازمة كتأثر بواحد الشكل رئيسي او كبير على القلب ديالك الاوعية الدموية على العيون ديالك الهيكل العظمي والرئتين والناس اللي تكونوا مصابين بيها كيمكن يحد توحد تغييرات حتى في الجسم ديالهم كتقد تكون مثلا طول القامة الغير المعتاد مشكل فلي الدين او الارجل طويلة نقولوا لهذا المفاصل ديالهم بالاضافة الى احتمالية تعرض المشاكل الصحية اللي هي تكون خطيرة تقضي حتى بالحياة ديالهم مثل تمدد الاوعية الدموية لهذا فهذا القلصة او في هذا اللايف ديالنا غادي نناقشوا هاد الموضوع هذا وغنزيدوا نتقربوا منه نتعرفوا عليه مع السيدة فاطم زهرة اللي عنده ديراية كبيرة بهذا الموضوع انا شخصيا كي قلت ما عنديش ديراية كبيرة ولكن كان خاصنا نطرحوا هاد الموضوع فاطم زهرة مساء الخير فاطم زهرة مساء الخير مساء الخير مساء الخير مرحبا بك فين قلساش من دولاش من مدينة انا عارفك ولكن بغينا نقربوا الجمهور بشع انا انا في مدينة سلا بالمغرب في المغرب مرحبا بك شنو علاقتك بهذا المعرض اللي هو متلازمة المعرفة حداك اسمحي لي يا فاطم زهرة حداك شي تليفون لي كي يصوني شي واحد تليفون زايد لا لا تليفون لي كي طلع ما عارش من الشي ميساجات كي لا ماشي من عندي ماشي من عندك واخت تفضلي شنو علاقتك بهذا المعرض ها انا خلاقيت عند عائلة بسيطة جدا وكنت كاذا يعني حياتي عادية ولكن مني وصلت سن سبع سنين ولو عندي مشاكل في العين يعني ما كان شوش بزيان ولو عندي يعني النقاط ديالي ولو كي هبطوا في القسم لانني ما كان تحققش في الاشياء لونك مني مشيت عند طبيب العيون أول حاجة اهدر مع الوالدين ديالي يعني قال لهم عندها مرض لي هو صعيب كي يصيب القلب يعني قبل ما نعالج لها العينين ديالها كي خصة تمشي عند طبيب القلب فعلا مشيت عند طبيب القلب وطبيب القلب ما اكتشفوه له عاوتني رجعت عند طبيب العينين وكي بقى كي يحط على الوالدين ديالي بأنه غايكون عندي مشكلة للقلب لأنه الأعضاء ديالي كانت تخفي يعني رقيقة وأنا كنت طويلة رغم السن ديالي صغير كان بان يعني فيت السن ديالي مع العلم أنه كان لاج ديالي كانت ساتم سبع سنين سبع سنين نعم سفي من تمال يعني طبيب العينين ولا دائما كي يدير لي الرقابة مع طبيب ديال القلب باش كي يشوفوه واش كي ينا واحد ليوليوسيون ولا لا من العينين كان عندي لميوبي كان عندي داك القصر النظر الشديد جدا سابقيت هكاك الطول ديالي كي يزيد كنت يعني كتر من الطول العادي أنا الصغيرة في القيسم وكان بين أنا الطويلة أنا الكبيرة كنت كنلعب الباسكات من يعني لطبيب باش ما مقاش لعب الباسكات يعني مريت هاد الدوروف كلها عادية حتى بدأت كتكون عندي واحد لسبلوكساشن ديال كيستالاند العين ديالي يعني بقصر النظر لشوف بدأ كي صغار بزاف على إطرها درت عملية على العينين وترى لي أن دي كل ما يعني تقطعت لي الشبكة بالمرة ديال العين اليوسرا يعني كانت واحد المرحلة شوية صعبة في حياتي ومعا كان كي عندي القراية كي يخسني نقرأ كي يخسني نستمر في القراءة ودائما كان راقب الطبيب ديال القلب يعني ما لاحظوا حتى الفين وخمسة لاحظوا أن كان عندي واحد لافويت يعني الصمام ديال القلب ديالي في تقب مقلت لي كانت عندك سبع سنينة شمال عام؟ أنا موالي تمني وستين يعني كانت سبع وسبعين في ألف وتسعمية وسبع وسبعين فش تكتشفوه هذا المراض نعم خمسة وسبعين نعم خمسة وسبعين تحضل نعم دونك في ألفين وخمسة الطبيب ديالي سيتون فرانسيز مادام ناتالي فاتيحي اكتشفت بإن عندي واحد الخرم عندي في السمام وهو كان يعني كان يتطور كيتطور وكانت عندي رقابة كانوا يعطوني بيتابلوكرو حينت مارد مارفو ما عندوش دواء ولكن خصو الكنترول المستمر مجموعة ديال ديال أعضاء بين هالعينين والقلب والسكوليت والهيكل العظمي إذن من اللي اسميتو عطت دازت واحد المدة بسيطة عو تاني جا جا تفيت واحدة أخرى في السمام هذي كلها اللي دون في تتلقوا مع بضياتهم يعني ووصلت لواحد لحالة خطيرة كتطلب عليها عملية ضرورية والحياتي مشي في خطر يعني سفي غادي توقف دونك مشيت درت العملية درتها هذي دبا الثلاثة ديال السنين داروا لي علاقيترها ركبوا لي صمام ميكانيكي وداروا لي واحد الخاتم في شريان الضم لا أخت شريان الكبير كان راقبو مهم العملية الحمد لله مرت بنجاح كين درت العملية؟ درتها في كينيك أقدار لا ما تعطيش الأسماء لا أسماء ما عندنا ما نديروها أسماء ما نديروها درتها في ربا أو في المغرب أو في الخارج سيبوه لا أقوش في الخارج في المغرب درتها في المغرب و هي عملية غالية ثمن ولكن لحسن الحض كتاخدها يعني كتحملها مئة بالمئة ولكن هير هاد هير أمراض القلب أمراض أخرى ما كتاخدهاش بمئة بالمئة درت العملية هذه دبا ثلاث سنوات و هي قصني الرقابة الطبية مؤخراً عاو تاني لقاو عندي واحد الفويت في الشوريان الكبير اللي هو الأوخت يعني التغوير إغوليوتيف دبا دول مشكل ديال مرض مارفون هو أنه يتطور ماشي واقفو ما يمكن لنا شنوقفو ولكن يمكن لنا نكنتروليوه يعني يعني متلازمة مرفان يقول لنا راني كان عاني ماد المرد هير باش نزيد نزكي والكلام دينا نعم سيراشيد نعم هو اسمه مرفان نسبة الى امبيدياتر طبيب الاطفال اللي كان اسمه انتوان مرفان وكتشفه في اول هو كائن في الوجود يعني منذ القدم ولكن اول حالة اوفيسيال ديكارات في 1886 مع هاد دكتور مرفان دكشعل اسمه متلازمة مرفان ساندروم دي مرفان والتشخيص دياله سيراشيد شوية سعيد هو يمكننا نعرفه في صغر يعني في الولادة ولكن لما كانش طبيب متمكن وعرفه ما رديش يعطيه انا ما اكتشفه فيه حتى السن سبع سنين وكتشفه طبيب ديالعينين ماشي طبيب يعني مختص جينيغاليسة ومختص ارا كيكا كي سمعتو ير بينا قوسين را بعض الحالات مكنديرو ابحات في عدد ديال الامراض ذاك الول اللي كيلقى اللي كيلقى المراض را الاغلبية ديال ذاك المراض كيتنسب الاسمية دياله ذاك شيكين العلاقة ما بين هاد الدكتور وهذا الاغلبية ديال الامراض لا فعل من الناس ولا الامراض العضوية كيتنسبو شيء علاقة ديال الدكتور اللي بحث او لقى هاداك البحث او اللي اكتشف هاداك المراض او بدك يعالجه واحد سؤال عندي قبل ما نكمله ولكي را واحد بعد المراض كي اللي تكتب ده بلا علاقة بالمورفون غنبقوا بقعين معانا قلت لكم شحل مرة نهار سبعة وعشرين هاد الشهر او مرة في الشهر غادي مقاين دير واحد ليوركشوب يعني وراشات اللي كنسميهم فان تغلب على الخوف الى ما قديتيش هو واحد الوراشات اللي تيكونوا ثلاثة احتر ربعة ديال السواع نهار غدد نهار لحد الجي غدد نهار لحد نهار سبعة وعشرين وكلها في الاخر ديال كلها شهر غاديدد ان عدد ديال الناس كي يعانيوا من هادل الخوف ما نقولوش مراض اللي كي يعانيوا هادل احساس ديال الخوف تنحاولوا باش نحيدوه وبعد المرات باش تحيدوه ما غادش نكتبوه على راسنا بززف المرات را ما كتحيدوش ما كتحيدش الخوف هو مزيان يبقى ولكن خسك تعرف كيفاش تتعامل معه هاد الخوف راتي عتقاك بززف ديال المواقف هيروا في هادل الورشات كتتعلم كيفاش تغلب عليه وكيفاش ما تخليش يكون واحد الحاجز ما بين الاحلام ديالك الاهداف ديالك وانت يعني غتتغلب عليه ما غتخليش يوقفك هدا هو الهدف نهار الجمعة في اللايب ديال الجمعة ما زل ما قررناش الموضوع ولكن في اللايب ديال الجمعة قد نديرو مصابقة شكو اللي يمكن يشارك بالمجان بزعمه مع داك الفارق او مع داك العدد ديال الناس اللي غيكونوا ورا غادي يكون داك شي محدود ما غيكونوش الناس بززب حال يدرش واحد دورشة واحد نار غادي يكونوا الناس محدودة باش حتى داك الواحد يستغل فرصة للحوار للاس إلا وزيد وزيد الرقم ديال المسابقة غادي نديروها نهار نهار الجمعة لشخص واحد او جوج والرقم ديال الاستشارات على حساب علم النفس او على حساب كل واحد والمشكلة دياله اللي يبغى انا نحط لكم الرقم اللي كتكتبوا الواحد الفارق وراتي اعطيكم موعيد مع الاخصة اللي بغيت وراتي ادخل السيت ديال ماين فاكتوري اوف سويدن راتي طلع عليك شكل الاخصائي اللي محتاج والاخصائي الاغلبية رمون اصول مغربية كل واحد فين عايش كين داكاتيرا كين اخصائيين اللي تيحاولوا يعاونوك يوجهوك يفكو معك عدد ديال المشاكل او يلقوا لك حلول وكل شي رب سرية يعني ماعدناش علاقة مع شي واحد ولا هادا لكشي كان هادروبيناتناو بالدريجة ديالنا واللي كيدقارة كيدقاتل ما ماشي قد ينبلغوا واحد السلطة ولا شي حاجة ماعدناش شي حاجة معه هادا اللي كين هادا رجع الاخت فاطمة او فاطمة زهرة شنو يهي التحديات شنو يهي التحديات اللي كتواجه كل نهار او الناس اللي عندهم هاد المالاذي دموغفون شنو يهي التحديات اللي كيواجهو كل نهار ام وهو يهوليسون ليهالي كتكون شوية صعيبا وعنا الفاطيق يعني كانعي يهو ضغياء كانعي يهو بزاف لكن الحوايج ما كيمكن ليناش نديروها مثلا انا بقوت ما تطور عندي المرد لابغيتن نحلهي قرع دلما باش نشرب ما تنقدرش لان يعني هادوم بين الحوايج خلاص العينين كيولي يشوف كينقص بزاف وبالخصوص اللي كيكون شخص كيقرأ بزاف كيولي كتسعب عليه الحالة أنه يقرأ الآلم الكثير في السكولات في الهيكل دينا حريق في الظهر لأننا عنا سكوليوز العمود الفقري كيكون مهدد بالعوجاج وكيكون أكثرية يكون عوج للجامة اللي كي تقطعو لنا نقدر نكون غدا في طريقة تكن تنطيح علاش تقطع لي واحد العصبات قطعات ولا في الدي ولا يعني الأماكن اللي فيها هادو أشياء اللي زما شوية كتوجعنا وخاصة عاو تاني ما كالقاوش طبيب اللي كيتفهم المرض دينا ما تيعرفوش والأصعب الأصعب هو أنه ما عناش طبيب واحد اللي خصنا نمشيو سمشيو عرماد الأطيباء طبيب العينين طبيب ديال لويغال طبيب ديال القلب طبيب ديال البنومو يعني بلوزور مادسان على فوق الحالة ما سهلاش وكاللي كيفهم المرض كاللي ما كيفهموش كاللي كيعرفو كاللي ما كيعرفوش يعني هادو من تحديات اللي فغامان صعبة أنا كان يعني سوغتو الأطفال الأطفال اللي كيبقوا فيها لأنه كيخصومي ديروح لحد البخوتزي زوها على دهرهم باش يتقادلوا مسكولات ويسي با إفيدان سي لوغ فيهم يعني تقيل بزاف ومعناش معناش أطيباء مكوانين في هاد الميدان باش يوريول داك المريد كيفاش يتعامل ولا كيفاش يتفهم المرض ولا كيفاش حتى الوالدين كيخصومي تفور ماولا دسو يعني سي دوغ، سي دوغ، ما سهلاش قادية مثل هادرو على الأطيباء يعني ما عندناش أطيباء اللي مكوونين في هاد الماراض هادا أش كيديرو الناس اللي مراد اللي عندو مثلا الإمكانيات شنو كيدير واللي ما عندوش الإمكانيات راح نعارفي نورا كيموت بوحده مسكين ولا كيموت بوض ولكن لي عندو الإمكانيات نقولوش واحد عندو الفلوس وبغي يخلص باش يتعاج كينا الإمكانيات في المغرب أو خصو يخرج لبرة بالنسبة لبحال دبا عنا تطور كبير في الميدان دلقلب يعني الطبيبة إلا عندك شي عامل يهدا من الأحسن ديرها في بلادك لأنه هنا عنا أطيباء أكفاء الأطيباء دلعينين آه كاينين تل اسكوليت كاين دابا الموشكل اللي عنا سيراشيد هو ما كانش عنا واحد تخصص اللي بحال دبا في باريس كينجوش ديال سبيطارات ديال هدا اللي كتمشي كيتكلف بك في كل شي كيدووزلك في كل شي كماريد مارفون احنا معناش هذه القضية احنا معناش هذه القضية تقريبا من عدمة أضيف إلى ذلك احنا هاد المالدي عندنا واحد المالدي كتشبه لها إذن خسنا نتأكدوا إينا وحدة من اللي عندناك خسنا نديروا للتست جيني هادك تست جيني كي سوى ثمان تلتاشل آلف درهم ماشي على بورتة تومانت ماشي على مرحبا بك ماشي على مرات أخرى ماشي على مرات أخرى ماشي على بطيخة ديالنا فاتيم زهرا اللي كتعاني مهد الماراد اللي كتناقشو اليوما مرحبابغوز ديسابل أخي سائيا لماعنا مرحبابريتي المخريج ديال الحالقة ديالنا مرحبابضويو في ديالنا ارى الموضوع اللي تناقشو واذا اللي كتشوفو قدامكم وتلازمات المارفون او السندغوم دون مارفون او لامالادي دون مارفون بحثو عليها را غادي تلقاش واحد ساكن حداك او شو واحد من العائلة ديالكم ارى في هاد الماراض ولكن ما شخصوش ما عارفوش ما كنش العيلاج انا شخصيا انا عارفو حد السيد اللي مسكين باع اللي قدامو باع اللي موراه واللي عالب دست كنقولو بالدريجة ديالنا حيث العيلاج ما كنش في المغرب صيفت بنتو ومرتو الايطاليا باش يحاولوا يعتقوا لي القو ما يعتقوا يعني الفلوس مشوا كلهم انا كنت سأل تنايد وزارة الصحة وراكي كنقول دائما خاص دولة الحكومة كلها تستثمر في الشعب تستثمر في الانسان وما تنقول الاستثمار هو المدرسة والتعليم عامة والصحة والعادلة والى الاخرية ولكن المهم هنا الصحة حيث لاكن صحيح او طرد لي شي حاجة انا عارف غامشي للسبيطار غيزوني بالعمارية ولكن صحيح رغامشي نخدم غديمشي نقرأ غدي نساهم في تقدم الوطن ديالي ولما كانوش هتجوج الصحة والتعليم السلام عليكم مهب تريدو اخو راكيشتو موخارا اكبر دليل راكوشتو الاخبار شكل يشاهدت لكم الاخبار يعطيني باش كنفكر انا ده باش واحد قراري يلتكر ديالي ناخده واحد دقيقة وديرو شو يد يال لايك الله يرحمه اهي قلت لكم ديرو شو يد لايك ما تتدربش اللاي ويتسيني يلا يلالي هى قلت لكم مويت تسيني Barrick رغ ديAAAAAAAA Gore يمشي Deutsche كوني عارف فاش كنفكر دا ابا فاش كان فكر ما يكتليك اونا ما عافش مو Strachini وقلت قاع فاش كنتفكر او فاش كنتفكرو فاش فيس جيتيكم الدماغ ديالي الى باش هذا اكبر دليل الليل اكبر لا يتفرج في الاخبار لا يتفرج الاخبار لا يكون العرصية نار باش تشوف باش شوف اسماي اهى ما غاديش القدام للأسف. لما نقول نقذبو على راسنا. إننا لقينا تنقذبو على راسنا را ما غنزيدوش القدام. والمخير فينا لي لي او كما بغيت تقولها را ما كتشوف راسك في المراية واش كتكون صريح مع راسك ولا كتقد بتكمل تكذب على راسك وانت شتشوف في المراية كتشوف راسك عبض الله واش كتكذب على راسك ولا كتتحاور معه بكل صراحة. ما كنشوفو الوضعية. واحد الاخر واخت كتبوا وهبي. وهبي وزارة الصحة. لا ما تقولش لي وهبي يعطوا وزارة الصحة. لكن نظر على واحد اخر اللي خربها. واحد اخر خربها. خربها في جميع الوزارات في جميع المناصب اللي تعطاولي. يعني خربها في الشل. اهدم الوطن دينا. وزا تتعطا ليه ديبا منصيب كبير. منصيب كبير عيبض الله. نشوفو الشي واحد غاي فهمني. اخ النوش. لا لا ده قامة كان اعتبر وقامة كيش. ما عنديش حيات دي. كان عبروش. بلا ما تكتبها اخ النوش. شوفو تتعطيني واحد الاسم اللي تنمعني به ديبا. يعني خربها. خربها في شكون? شاكيب بن موسى. واحد الاخت جابتها في جابتها في لورد. شاكيب بن موسى. رئيس غرفة البرلمان لا. بن كيران لك ما تنعب روشتها هو. وزير التعليم سابق شاكيب بن موسى. وخربها. خربها في جميع اللي. خربها فين ما مشات يخربها. يعني ديبا على العكس ولا ما عشنو ديبا شوافة مقلوبا ولا حولها ولا ما عشنو دك الشي. وفين ما مشات يخربها. الوزارات كلهم خربها فيهم. وشنو غنضيرو دابا غنعطوها. وزير ديال التخطيط. واش تتعمرك شي واحد في الشل. ونعطوه يخطط لينا البلادنا الواطن ديالنا اللي احنا كنغيرو عليه تنتغاوتو عليه يمكن شو يوحدين تكرهونا حتى كنغيرو على الواطن وبغينا ليه الخير. وجيب واحد مجمك. مجمك. ما زادش خطوة شي خطوة. ما زادهاش في جميع القطاعات. واخر القطاع هو وقت التعليم. خربو. يعني طيح الدل على الاستاذ او المعلم. رشده كل عام كله ما تقرسه شي واحد. والمعلم اللي نتنعطاهه على الصف البرلمان وتكمل له التنميذ وسط القسم. هتحيدنا له ديك القيمة دياله ديك الهيبة دياله. وعطينا دابا غي يخطط لينا. احنا غي يخطط لينا. شما الرؤية عنده. لا قريبة ولا بعيدة. نتحداه يقلس معايا. اطابل. وشوفوا الرؤية دياله كديرة. وكيفاش غدير ديك الخطوة. والله هي ما عنده بالله. نتحداه. حيش ما دير وارف شي الاخور. سألينا غادر رجعو الاتشارة يبكي ولكن خارج على الموضوع ولكن ما يكون عندك واحد الحب والغيرة على الوطن ديالك. ممكنش نقوم نقدبه. وانا ما عمري غا نسكت وما عمري غا دين نقدب. تنقول الصراحة. اما بغيني يقول اكرهني. بغيت انت تشوف بالله. ارا هالحكومة ديرا خدمة وارا صير اخويا معا. ملاي عاونك نحترمك. ما انا ما ديرين وارا. غالي نشوف الناس خدامة ونشوف الناس ما كتصافرش الوطن خارج الوطن باش تتعلج. حيث العلاج ما كنش. الناس ما كتتكرفسوش سبيطارات الناس ما كتتلاحوش سبيطارات. وزيد وزيد نعيطوا اللومبيلونز خاصة تجي من بعد يومين او حتي يموت ليموت. او لك تساكن فيشي قرية خاصة تكتبشي عند القايد والقايد يقول لك لا سيدر واحد ربعمية درهمونة ميتين درهم ديالليسونس ولان ما زوت تخرج لومبيلونز. وزيد وزيد. ما ليت حايدات الشيادة واجي نتضاكرو وقول لي احنا بخير واحسن دولة في العالم. احنا رأى اغنى دولة من اغنى الدول في العالم ولكي فلوسكم صيروا ضربوه في عالف قد. ما نجيباش لكم هنا. حيث ما خلاونيش نالي كلم نجيب لكم الفلوس لكم معبرني تشيوه. وقلبوا على التاريخ ديالي بلا ما نبقوا نخربوه هنا. ارجع الاخت فاطيم زهرة مساء الخير ومرحبا بك. والموضوع ديالنا الناس اللي عادل تحقو بنا هو الماليدي دماغفون متلازمة المارفان. والحلقة رغض ده قد نحطوه في يوتيوب يعني اللي بغي يرجع لك ما ارجع مرحبا لك. اشنو? واش اللي بغيت نسولك? واش وزارة الصحة? كتساعد في شي حاجة? واش كتتاخد الانسان عنده ولم عنده. واش رعب ده بك ده كلامه وده كتتخرفسه عن الناس مزيان. ولكن واش وزارة الصحة? مقدر تشخيص لواحد الانسان بهذا المتلازمة المارفان. واش وزارة الصحة كتساعده في جميع العمليات وتحليلات. هذا يمكن سؤال بليد من عندي ولكن غد نخليك تجاوبي عليه. انا عارف تجاوبي ولكن انت تهضري. حينت نعمالما من اللي كان قوله متلازمة مارفان هو من الملادي كخونيك. يعني كان واحد البند في السنسس اللي كيقول انه يتخذ بعي الاعتبار مئة بالمئة. نعم. ولكن هم عندهم خلط ما فهمينش بعدشن هو مرض مارفان. ما عارفينوش. تال اطباء انا كان عقل اوقتي اللي مشيت كان قولهم رفيا مرض مارفان دارولي لا كنخ فيزيت. والطبيبة اللي دوزت لي لا علاقة لها بالمرض. ما كتعرفوش وما فهماش. ومشيت طلبت باش انني ما نبقاش نخدم. راه انت طبيب الشرعي عطاني الاحاقية بالعجز الخمسة وثمانين في المئة يعني ما بقيتش خسني خدم. هي قلت لي لا بقي واقفاك نفسي كتدري يمكن لك تخدمي. كيفاش حلتا ما عرفت شاي. دونك التغطية الصحية عندنا جوز القلب. أما هالعينين ديك شي ضعيف جدا. يعني ما عناش ما هوا اصلا ما عارفينش المرض. تي قولهم على ديك خونك هوا ما ما فهمينهاش. ولكن تنتكلموا هنا عن الناس اللي خدامين. يعني انتي فاش كنت شون كنت تضيع عمل ديرك بقى خدامة. لا انا قلصت ما يمكنيش نخدم بالعملية وممكنيش نخدم. انا استادة لغة فرنسية واستادة مصرح. شحال شحال انتي خدامة في كاواستادة. تقريبا سبعة وعشرين عام. سبعة وعشرين عام. وي. وش حالة دي باش قلصتي او شنو خديتي التقاعد او عطاوك تقلصي شنو دروا معاك وزارة التعليم. كانو حانس انا بقي ما قفلش يلا عندي ستة وخمسين عام بقي ما قفلش ستين عام. وك ما عنديش الحق التقاعد. اذا بقلت الحالة الوحيدة اللي عندي وانني انتبت ان عندي العجز. مشيت عن طبيب طبيب شرعي هو اللي اعطاني خمسة وثمانين في المئات العجز. اه. وهما ما قبلوهاش. اه يعني عدبوني عشرين طبيب اللي يقلبني. عشرين طبيب يعني. باش يتبت ذاك. باش يتبت بانني عاجزة. ما يمكن ليش. اه بعد الحركات وتعرف التعليم كي تطلب القوة ودك النفس طويل. وتبقى واقف وتذا. والعينين كي يخصك تحاح وما بقاوش كي مكانو. هاد شي كله ما قللك اللي انتي كوقفة كتنفسي عادي ما كانش مشكل. حتى الطبيب الشرعي قللي غتقول له ما اعطوك ورقة. انهم يتحملوا المسؤولية لا تراتليك شي حاجة. سفهم اللي اعطيت لهم ذاك الورقة عاد باش عطوني ذاك. يعني شحاد لموت ذا باش هما ما قبلوش او ما ما تتقبلوش هذاك المارة. شحاد الوقت تكرفسوا عليك نقولو. تقريبا بقيت عامين انا ما كانش تغلش وعامين هما ما داروش لي ذاك العجز ما بغوش يعطوه لي. ومن اللي اعطوه لي عاد عطوني لكن ماشي شي حاجة. 3 ميل دي رام شنو غديرلك. خلاولك 3 ميل دي رام. 3 ميل دي رام. وراء اراء ايا ما غديرلك والو لكن نقولك لا باس عليك. حسين الحمد لله. الحمد لله دائما ذاك الحمد لله يلي غاد المرخصة ما نقوش نقوله الحمد لله للأسف. احنا ماشي غادي. لما اصحاب الدين يريد قونا عسين شوية مثلا نضروش على الدين هنا. ذاك الحمد لله يلي يمسلك الحكومة الفاشلة دينا. والحكومات الفاشلة. حت لمواطنين مسكينوا خمد دقوقة فيه تلا العظم ديال العظم. دي ما تيقول لك الحمد لله. هم سلكة ومهومة. مسلكة ومهومة. للآثار. ما تي ديروا وارك. متاع انتي ضربتي 27 عام ديال الخدمة. وبعد تساليه بتلتالاف درهم. وعد زاد نشوفه دوك العسكر مساكل اللي كانوا في الصحرات ومضاربين 30 عام وسيلوا بخمسمائة درهم. خمسمائة درهم. الوليد ديالنا الله يرحموه. يعني كيقولوا انه موتوا. موتوا. كيقولوا انه موتوا. ولحت تديوك في الكروسة من الخدمات في الكروسة اللي يحوك في الكبرتاك الله يعاونك. ما تعيش. ما تعيش. والبلد الواحد ديالنا هو. بلاتي دقيقة. والبلد ديالنا هو البلد ديالنا هو البلد الواحد اللي تيقولك سرجيبليا شهادة الحياة تحتعرفك انت ما عايش. ما كيناش بشي دولة. وما كرهوش هما بنادم يبقى خدام. يتكرفسوا عليهم زيان. وتيديوهم الخدمات يديو يدفنوه. ما تعيش شبوك. ما تمشيش صافرة. ما تقول أحلام ديرك غان مشي وغان مشي ما كين. وتيبقوا في مرة انا كنشوف ذلك الناس مساكن اللي كبار في السن ديالهم غا دي الحج. كتلقاه ستين سبعين عام وواتي جمع وواتي حلم نشي التاقعوه غا يمشي للحج. ورشتم وخارا نشطرة في الحج. عدد كبير ديالناس ماتوا. للأسف. هدا هو الواقع الموزري ديالنا. تفضلي أخت فاطيمة. انا يعني كان نقلب ضيمن على الحل الأنسب لي. أول حاجة درت ملي فقط من العملية قررت ندير جمعية باش نعرف على المرض ونعرف بالمرضة ونعرف أيضا بالمعاناة دي المريض. دونك الجمعية ده بات تقريبا بدينا في السنة الثانية دايوغ السبعات ديسمبر غا يكون يوم وطني هاد المرض للمرة الثانية. وغا تكون يعني اليوم كله غا يكون التام اللي اختاريت هو البيانات خدا مالاد ماخفى إلا بخيزون شارج. لأنه يعني المعاناة دي المرض دراها. مول المرض ولا يعرفو خان نفسر لك تنفسر لك ما غاديش ما غاديش نلحق نفسر المعاناة كيف دايرا. حانس أنا بعد المراتة كان نموت وكان عود نرجح. شنو سمتوا الجمعية ديلكم؟ سو اس مارفون تيم. اوكي اسو اس مارفون تيم. اغاثة مرضا مارفان. وعندك الناس اللي تتعونوك؟ الحد لان كنعتمد على راسي والاصديقاء ديالي. والجمعية الناس اللي معاك ما كيديروا والو زيما؟ الحد لان ما كين شاي ما كين والو. أنا درجة اني كتبت مسرحية واحد المسرحية بغيت نود متلها انا باش نبين باش نوصل الميساج اللي بغيت نوصل. ولكن ما لقيتش مساعدت. مساعدتش من جانب ذا ما؟ الجانب هو اولا كنت بغا بدت هالي الامر اللي باش نقدم المسرحية. انا بوحدي ما يمكنش كيغس يكونوا معايا ممتدين. نعم. تعصلت بممتدين مشهورين. عطوني الكلمة في الول ولكن انفوا تقولوا لي واش عندك التمويل كان قولوا ما انديش كي نسحبو. دونك انا وانا الاصل ديه المسرحية بغيت نديرها باش نعاون الناس منهم سيد اللي هدرت علي قبيلات اللي بنته في الايطاليا. نعم. لانا قلت اول مدخول يمشي لديك البنيتا. عندها تناش العام وكتعاني الامرين في ايطاليا. دونك اه هدا هو الهدف. تاني حاجة اللي فكرت فيها سي راشيد. نعم. انني غن دير مراتون ولو الوضعية ديه القلب ديالي ضعيفة. وبغيت نمشي من سلة من مدينة سلافين انا سكنة. ونمشي حتى المسقط رأس ديال الوليد ديالي اللي ارحمه. فتاطا. باش نمشي من مدينة لمدينة نعرف بالمراض. باش الناس يعرفوا شنو هاد المراض ومعاناة للمريض. ونشوفو شنو يمكن لنا نجيرو. ما شو مشكل فكرة فكرة مزيانة ولكن مزيان ما عندك الجمعيات تلبي الروح خاص ديالك ومسائين ديالك باش تديري الاشارات وتقدير شو في الدعم لهذا. عمركم تصلتوا بوزير اسميتو ووزير الصحة. شمين اسميت ووزير الصحة هاد المغريم ده? مش كون عارف. مش كونيك عارف وزير الصحة هاد المغريم اسميتو اكتبها لنا. هديك تبتر لرشيد هاد كلهم 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 خاصهم يمشياء شو بعدي هش حتبيغ بعد ش بدك كاسKWI بكاسخاوي. فبا كان نبدل ولا زر 50 عام وحنا نبدل موصم متين. أيت علي ا ا بن علي أسميتو ابن علي. ا بن علي باقي ابن علي شكراً سونيا أي طالب قال لكل طالبي. عمركم ربطوشي تتصار بوزارة قلة الصحة وزارة قلة الصحة؟ لا أنا هي باش حينت منك تبغي تدير مثلاً شي يوم أو لام. باش ديك لا سليبراتون ديال ديك لا جورني كي يخصيك تخد تعلمهم. دون كنعلمهم يعني كندير لعليا. كندير لعليا. والجمعية عندها التوصيل ديالها مع تارفين بها وديك؟ لا لا عندي هدك وصل إذا معطاولي صح مقوني معطاولي. قال لك فين هي الصحة باش تكون وزير الصحة. متافقة معاكم. مش كون خاليد ايت طالب اكزاكتم وتنظن الوزير. عندك الرقم الوزيرة فاطم زهرة وهو خما يدين لك والو. لكن تمنايرا كي مرة مرة كي تجسوه وكي جوي تصمته. وكي لي كي وصلو الخبيرات. مرحبا بي. ما عدنا ما نخبير. لا ما نجيش تيصال بي. لا لا ما نجيش تيصال بي. واخا شكو اللي بغى النمرة الوزير قلت الصحة نش بدها لكم. وانا غان ديرير واحد اللي غانكتب داوا في الورديناتور الشيناس وغا يصيف طوال ما كي المشكلة. نعم. بالنسبة ل فاطم زهرة. نعم. لهاد البروجي ديالها زوين. عندها هذك المسرحية. انا كنفضلت التعامل مع اناس لاو دا. ما تتعمليش مع الفنانين. لانا حتى واحد ما غادي يجيك فابور. لانا هما كي بغوا الصحة. لانا انا كنت وقعت ليا. كنت جمعيها في المحمدية وممتلين كبار قال لي كان نجيو ونجيو ونجيو. من اللي عارفو بانا داكش علاقة بالحالة يشون ديزيستي. بغاو غير القالة. القالة ما جوناش. اوكي. دونك بالنسبة لي ما يجيوش. دونك نفضل انا ديري الناس عاديين. اللي غادي يمتلو بلي تخيب ديالهم. غادي يبقى لك المخرج. هو اللي غادي يتكلف لك بدكش. انا قلت لك غادي نتواصلك مع واحد السيد. مثلا ما دويتش معاه. شكرا لنا. غادي انا ما نقول لك بحتاش حاجة لانا ما بيدياش. غادي ندوي معاه. وغادي اردع لك الخبار. داكو. داكو. هادي من جيه. من جيه اخرى. كين لالوفي دفن. هاديك لالوفي دفن. من اللي غادي تبغي تديري دك سيركودي الماراتون. غادي تتواصلي. غادي تديري ان قوية. غادي تمشي الدك ومن من ش перекواح بعمقة studies. عندك كون الكازا عندك كوزيما عندك الافار عندك الويني. عندك فيمتيني. داك اللي 강ص بوات. هم اللي غادي عندهم einfان. ديا ه estrat المساعدات. غادي اعتوك إنسان. غادي يقولي لك داك اللي تي شرت. هذي اللي بسوا ذو الماراتونية، هتكون فيهم اللوغو ديالا السوسيتي ديالهم هدا هو الكنتر بارتي اللي غدي ولي لدوات معك الصحافة غدي تقولي بفضل هذي 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 فلان هادلا السوسيتي هادلا السوسيتي هدي للكونتر بارتي وهدي شي هدي ندوى علي خارج اللايف ان شاء الله شوف فاطم زارة هدوك ليسبونسور وخاص يكون عندك الفارق ديالك المشكلة لا تبلي عوانك الله احسن العوان المثار السامد التمنع ا aslında المثار السلام remember الانتيني شعبوا Rolex هم سليمнения رأيك يوسف والحمد لله هو جيد هو كتب لي وهضرت معه في نفس الوقت وللظروف العامل ما كانش يقد يطلع معنا في هادلايف هو رابع يطلع في هادلايف ولكن ما قدش هو رابع مستعد للتعاون معك في المسرحية أو في أي إرشاد أو شي حاجة أنا نقولها لكم بعد رابع الخاصة نسألت لك الرقم ديالوجه وغلت تصليلي هو واحد الجانب نحن فكينا نقوله نقوله هو معنا ومن بعد رابع كي قلت لك هو رابع مستعد لكلمة الكلمة رابع ماشي دك النوع اللي يعطيك الكلمة يخوي بك هذا على حسابي ضمان احنا ولاد الشعب يعني مثلا دروش في الفارغ أو اللي وصل لواحد الشهرة ولا شي حاجة صافيرات ينسى أصله للأسف لكن من هذا الجانب من بعد إلا كانوا معنا شي متطوعين شي ناس كي يخدموا في الماركتين يعني الإشهارات أو كي عارفوا يخدموا اللي غايترجلوا وفهمت اللي غايترجلوا وماشي غايترجلوا حتى أنا من المرات يتصلوا بيا الناس تقولك أنا راني في الماركتين أنا راك ندير لي زافيش شي حاجة وعراه أنا راك ندير لي فيديو المونتاج أنا راك عارف ما غايترجلوا حتى دازوا كتر منهم وتنقول لي ها نشوفوا وريني واحد لا فيش يك عارت صوري موجودين كل شي موجود يلا صوب لي اشي غافيش والله يمتي الصوبة وتبقى يقول لك بعدو غدا هال انترنت هالتليفون اسمح لي يا الوردناتور أخويت عليه القهوة كل واحد تعطيني قصاص يعني اللي غايترجل وغايدير حبا غايدير شي حاجة يتفضل بيا حتى هنا الهضرة احنا كبار عدنا بطولة العالم كنقولها ولكن متل جول الواقع الاكسيون اكشن الارض الواقع ما كنحضروش ما كنحضروش أعطيك المثال هذا دي ما تنعطي ولا غادي نحاول ما نعطي راشد ريتشي حاضر ريتشي حاضر مزيان واكا متال صغير هذي ديروها كتجريبة وهادير ان شاء الله غادي ريتشي غادي ريتشي غادي رؤيا في السويد و نفسي دولة ولا شوفين ما غادي مشيوليها كتجد واحد طابلو كتجد واحد لوحة تجد واحد لوحة وغتتحطها في واحد المكان هدي ديرها دحك واحد لوحة وحطها في واحد المكان وحط حدا هستيلوات حمرين او حطلي بغوص باش كترسم اللي كيرسم شيته كمدغند كيسميوها حط حدا هالريشة اذيك شيته وحط حدا هاسباها حمراء وكتب عليه احدها مثلا فين ما بل لك شي خاطئ سبغوه بالحمر خاطئ سبغوه بالحمر هتقلس واحد شوية ذاك اللوحة كلها بابها هتقولي حمره الناس غيشوفوه اخطاء ويرى ما كان اخطاء ولكن غيشوفوه اخطاء لحسب العين ديالهم الرؤية هم غتشد نفس اللوحة نفس اللوحة وغتحطها في نفس المكان وغتبدل ديك ماركيه مثلا او دير بالحمر الخاطئ غتحط نفس اللوحة وغتحط اقلام او الشيتات بالوان مختلفة ماشي بالحمر كدرتي في اللول وغتقول لهم يليش فتي الخاطئ صلحو ماشي ماركيه بالحمر يليش فتي الغاطئ صلحو كتاب واحد ما غايق يصلك هذيك اللوحة ما عندمش الوقت وما كيف كروش وزيد وزيد ما عندمش الوقت يقلص يصلحو او يكتبوش حاجة حال ده بتقدش انت كتاب تشد كتاب تكتبوه بحال اخر كتاب مثلا اخر كتاب ديالي اولي تنهضر عليه مرة مرة هو هذا هو هذا تنهضر شعير على كتاب ديالي كنهضر على كتاب هما كتقول السنين وانت نافي راسك معدب راسك مكرفس على راسك قلص كتكتب وتبحث وتقلب وتخرج وتدير ابحث وتدير ابحث وتدير لزم تيرفيو وتستاشر مع ده كاتير اخرين مع الناس ابحث العالم كله كتجيب وكيجي واحد تيمشي لك مثلا هالغلافة هالغلافة تقول لك اه لا مكتش تدير لك حال هذا مكتش تدير هذي او تيمشي لك كل شي كلمة شي كلمة لا ديك الكلمة او شي فاصلة او شي نقطة او شي حاجة ماشية يديك يعني كمشي والدي طاية ما كمشي وش لكل شي للأسف هذا هو الواقع ديالنا كي قتلك هاد المارض هاد قربنا نساليو هاد المارض هاد واش كي اطر على الحياة اليومية ديالانسان اللي فيه زي ما واش كي خليه يخدم مرتاح يتمشخ يعيش حياة عادية كي نقل لا احنا عنا واحد دي مومان دي فاتيك شوية صعبي كان عيه وضغيان كي نحسو بالحرك بزاف درجة كي اللي عنا حالة ديال الكتئاب لانما كان تحملوش دات الوضع اللي كان وصلو فيه ديال الضعف ما تلم حالة با المارض ستجيك واحد الدبابة اللي العنين ديالك اللي إنا كي كون سبلوكسسسون دي كريسانا كي ولي هوا اللي هوا اللي هوا اللي هوا اللي هوا اللي هوا اللي كي جوك دي تاكي كاردي ولا دي زاريتمي كاردياك اللي إنا القلب ديالك تي عاني هادو يعني ممكن تقدر تكون راحا يلا تهيات دوروف دك شيلش ناگود تلك اللي اتام لئي cuk clarity مه مدده كأنت ديالك الامرافور ément لدي Asians تق bust بإدعد工ه دك تنحار راحلت او ممز وجود مائد زي الأنساني دك ش Mult无 emple نعمدة حين قال دك وی عاني او مستش فيه ديالك ش توجد ق Loc 7ا يا�� جم اوردي L investigation وإلا كي بدا تتطور يعني ما وقفاش بلاستها الحالة صعبة هذك راه السيدري دي يقدر يهدر لكم على بنته كيفاش الحالة ديالها هي الحالة النفسية كي كتولي لها الطفل كيرفض ديك انك تعطيلو ديك الكوخصي يصوبوا ولا يكون دي بتعبلكم باش القلب ديالي يكون بطريقة عادية ولا باش تركبلون دادر يعني حالة نفسية كي بقتني المجهود ديال العائلة واش متفاهمين انا الفضل لانني اموي مفضل كي بقى الله انني عايشة تلدبا ولكن كانت الام ديالي مسكينة دايما كتولي ولو انها ما قرياش يعني قدرات تحمل المرضو تمشي معايا بعيد وكتبع ديك شي ديال اطيبة اشنو كيقول لا تدير كديرو يعني الحالة النفسية كتبقة هي المهمة اما هو المرض كاين ما عندوش علاج عندو مراقبة دبا ما عندوش علاج دبا اللي كان بعض المرات هو كان بعض الاطفال او الناس اللي مصابين بهذا المرض والمرض ولكن للأسف عدم الدراية ديال العائلة ديالهم او الموحيد ديالهم تيزيد هذاك شي يزيد كبير ويهرس او نقوله يزيد يمرض الجسم حتى هو بصح بصح كان الناس اللي ما تقولهم ولادهم وما عرفوهم شأنهم فيهم مرفان لانا داك التست الجيني غاليش كولي عندو تلتاش الف درهم باش مش يدير او الأسف للموضوع ديالهم اخوان الاخوات اللي ليلال تحقو تيسوولو الآمودوع حنا رب دينا معال عشرة توقيت دير أوروپا تسعود توقيت المریف كان دروع الوحيد الماراد ومعنا فاطين زهرال ليه مصابة المرض منذ سنين اللي هو متلازمة المارفان او المارفون. اللي هو السندروم دي مارفون او المالادي دي مارفون. انا شخصيارة ما عندي شي دراية كبيرة بها ولكن راح نستفدنا اليوم مع هاد المعلومات اللي اعطتنا الاخت فاطم زارة. ونتمنح انتم تزيدوا تبحثوا شوية. ممكن هاد المعلومات تتديوها معكم. باش تساعدوا ناس خرين او ممكن تفهمو ناس خرين. كي قلت لك انا في المجتمع دي انا ماشي كنا ما نعمل مشو لكن واحد نسبة كبيرة. اااااا. عندنا فهمونا مشرق. بالزربة كنخرجوا العيب. بالزربة كنخرجوا السلبيات. بالزربة كنحكموا على الانسان. او كنخرجوا كلمة العار بالزربة. واحد ثلاثة بهم صافت لعنا خرجناها ولنا خبراء ولنا كثيرة ولنا واعرين حسلم الناس او حسلم الناس دي الاو اهل الاختصاص في واحد الموضوع احسن طريقة سنعود على المرة الثانية في هذه الحلقة احسن طريقة باش تعيش مزيان مع راسك وتعيش مزيان مع الوسط اللي فيها او مع العائلة اللي فيها هو دائما تعلم هات التقنية غير المكان مع الانسان الاخر اللي قلس مقابل معك رد راسك انتهى هو ذاك الانسان وكيفاش بغيت يهذاك الانسان يتعامل معك يعني غير يتعامل معك باحترام هو بالصدق هادير باش تقولي تشوف راسك في الناس الاخرين هنا بعض المرات واخر كان قلسوا كانت تقابلوا مع المرايا قاد الشعر ضرعنا ما تنتقابلش ما عندي ما تتقابل تنقرع هاني مع راسي تنيع شو وقت شوف شعري شوف بدنية وشوف رجلية يعني الناس اللي كيتتقابلوا مع المرايا رغم ذلك ما كيشوفوش الواقع ما تيهضروش مع راسهم باش يكونوا صريحين مع راسهم كنشوفها باش نقاد الشعرين زوق الراحة الماكياج دكتقابل باش الناس يشوفوني خوض وقت وشوف راسك وهضر مع راسك ورية دير كورسي دير قيوض قابل مع المرايا وبدأ تهضر مع راسك ناقش راسك وقل الحقيقة كنت صريح مع راسك هادا مشكل كبير ولش انا تفلسفت عليكم شوية في هذا الموضوع اننا دائما تنقون عيبوا على الناس اللي مختلفين علينا هاداك عماء هاداك عور هاداك عرج هاداك غليط هاداك رقيق هاداك هير نجار هاداك هير طاكسي هاداك هير سيكوريتي هاداك هير 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 شي حاجة فوقاش غنفقوا من هاد القلب احنا وش الفين وربعة وعشرين وحنا باقي نتا نضرب الطريقة عيبوا الله الفين وربعة وعشرين وباقي نتا نحتاقروا الانسان او بحال دك اللي تكونوا خدامين عندو تنقولو تقول لك سمحوا لي الله يلعوت هناك يتسيني يلا صافي فكيناها او تكونوا خدامين معانا انا كنكرع شي واحد يقول لي يا هذا كرا خدام عندي هادك خدامي عندي شبغيتي تكون انتا في كون الله سبحانه وتعالى شبغيتي تكون ما كنقولوش خدامي عندي تنقولو خدام معايا خدام معايا واخره هو اجير عندك حتي لما كانش هو ما كانش هي ما غتكونش انتا هذا هو التغيير اللي خصويت تبدل وضربوا الحساب وبدوا تغيروا المكان قبل ما تحلوا فمكم أو تشرقوا في الناس خورين غادين رغميات تغيروا طبعايا وكذا يبدو تغيروا المكان سبحاني حسابي هاهم جدا هذا كل شيء يحتاج تنظيم وليحتاج يتج حاجة إحنار على الشارة مارك لوفيك لله مريك بك هذا شي مشكل مريك مريك بك شكرا الأقصال اللي هم نجيين دابد المستقبل ما إحنا كم قولو صافي دوزنا نعم استو خمسين الله يجعل البركة لا أنا ما زال عندك الخير والبركة أنا عرفت هاد هاداك شي اللي فهمت دابا من تفسير ديالك لأنها ستو ملادي دولوغوز إيه إيه خاصة المساعدة على الجهة النفسية والمادية ومعنوية خاصة يكون عندكم اللي فهم باش تساعدوا الوالدين يدرووا لي تست هم باش مدارو لي تست بكري كي يقدرو لي كنتروليوه ووالا يربعوا بعدها ادفو دو كميلا دولار يغانيون كالي تدي شو بيني وبيني كرا ما خاصة مش يكونوا عند الجمعية اللي فهم را خاصة الدولة تقدب المواطن ديالها المواطن مبقاش باش يسعى باش يدوى عبض الله مخصولة آموا ولا كارت ديال سيدنا نوح ولا هم يحزنون المواطن مريض جرح طاح كسيدة هالزود دي داوي دياللي عملية مواطن خاصة الدولة تقدب المواطن بكيلا جمعية ولا هم يحزنون جمعية ديرتوا وعية ولكن باش نقال جمعية جمعوت بقى تعطيلها باش اعطاتها الدولة للك الجمعية باش تغطير المواطن باش نقال جمعوت دياللي عملية باش تغطيرها باش نقال جمعية لا ينبقى تعطيلها تغطيرها سالينا القرايا دخول تقرأ سالينا العادل يكون عندنا العادل دخول دير العادل براكم تبزني سوري شواء ودك تخربية قراكم تكرفستو على اللي بلا لا بغيتي النمرة تلع الوزير ديال سميت وديالقلة الصحة راسي فطور يا الاخوة راني كتبت ليها ما هي جاتني لا بغيتي وان حطى ليكم مناعي طولية فيي قوة عدبو كيف معدبين كومته هما باش غدا يبدي النمرة وشغلو اذاك فهمتك سميتو خالد ايت طالب وزير قلة الصحة للأساك ما كامل احتراماتي اللي بغي يقلس معايا اطابلو يتناقش معايا يجيبوه لي نتناقش معا لهو ولا غيرو واش ما بدلوهش وزير صحة وغاي بدلوه قلة الصحة يجيبوه قل 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 صحة عاوتي نشاش عاو يجيبوه أينشتين اللي بدلوه يردو لنا هدوك الطالب اللي اللي مساكن السيز ياماني والسانك ياماني دو ميدسين والقاوراس هما شطوع لهم اللي جميعا ما عندو مش الحق رجعوا هش نحضروا على حقهم للأسف اهوي للأسف هدا هو هدا هو المشكيل اخر كلمة الاخت فاطم ظهرة شنو بعد نقدو نشوفو شي ضيف او بقايا مع الناس نشوفو شي ضيف او ضيفة لكن شو واحد عندو شي تدخول باش واحد ناخدو ضيف او ضيفتين ونساليو ريتشي عندنا شي ضيفة المخرج موجود موجود مرحبا غتسمحوني اليوم احد كنا بغينا نعرفو اكتر بهذا الموضوع باش نناقشو مالكة مساء الخير والمساء الخير السلام عليكم وعلكم السلام اش من دولة او من ديناك التصليبين المغرب من سلاو من سلاو اشنو والتدخول ديرك والاضافة ديرك ومتوسعي السلام عليكم وعلكم السلام شكرا على الاضافة وكان شكلكم على هاد البت اللي صراحة كان كان ضروري خصوية دار حتى انا من الناس اللي عش معاناة مع هاد المرض هادا عندي ولدي كي يعاني من هاد المرض هادا متلازمة مارفن وكما ذكرات الاخت فاطم زهر علي جزياء بالخير دك شي كامل بالنسبة للعينين القلب سكوليوز الظهار التنفوس الالم في المفاصيل كامل كان عاني مع ولدي وكان لقى مشكلة في يعني في الطبيب دياله يعني خصك من هاد الطبيب هادا كل واحد كاسفتك من واحد وكما قالت كين لي ما كيعرفوش قاعد كين ليتا تقول لي هرا والدي في هاد المرض هذا كي يقولك شنو هاد المرض وانا اكتشفتو اكتشفو لي هاد طبيب ديال العينين ها كان في عمره ولدك؟ كان في عمره عامين ودابا شهر في عمره؟ في عمره سبع سنين والقراية كي يمشي يقرأ؟ اه كي يمشي يقرأ وشنو المشكلة عنده في القراية؟ دابا ما تشوفش مزيان ولا شنو؟ انا عرفت المرض دياله من العينين ما كانش كي يشوف مزيان ديشون دو وزليع العيني وكتشفو المرض دياله وقالو ليرا عندو مارفون خس كديري ليه اوببغاسيون حيث عندو كريستال لمشكلة ليه الكريستالات اه درت ليه عملية حي يدو ليه كريستالات وعطاوني يقالو ليرتي يدير خمستاشر عام هاد غادي يدير عملية اخرى باش يركبوا ليه عدسة طينية باش يولي يشوف دابا ديران دادر يلاحي دادر ما كيشوفش مزيان ما كيشوش مسكين يا عرشة لو كندادر الغلاض ديالك الغلاضين اه اللي فيهم البعد والقرب نا وحد النقطة غان وقفك على تماك كي دير مع التانمور تصارات ديال التانمور مي دير دو كندادر بذيك طريقه اه شنقولك التانمور كين كين وخصوصا فاشن مشي سدو بزلان طبيب ديال اللي عطا مولقى عنده سكوليوس في الدار اعطاه جيلي كوغسي باش يديرو عش من المستوى عنده سكوليوس اه تاني التدائي اوكي جيلي شنقولك هو قاسح بلاستيك دياله قاسح اول حاجة ما كيقدرش يقلس به ما كيقدرش يبقى نهار كامل ما كيقدرش ينعسبي وتا ايامة اللولة كان كيديرو يمشي المدرسة هو تقبلو في اللول انت بقيت معه شوية بشوية وركبت بسيان وهذا يعني تقبلو في اللول دارو واحد الاسبوع شوية كيجي كيقولولي يا مام ادراري كيعيروني كيقولولي يا روبو كيقولولي كيقصوني كيبدو يضحكوا لي مبقاش باغي يديرو هدرتش مع المدرسة هدرت مع المدرسة يعني ما يعني ما كانش ما دارو تا حاجة كيبشي مدرسة حرة ولا مدرسة تعدولة لا تعدولة وما دارو والو ما تدخلو ما دارو توعيات حسيص ديال التلاميذ ما جمعوش الاباء هادروا معاهم على التنمور ما كيديرو والو زماما كينتا استجابة ما كينتا ردتو علي مامسوقينش مامسوقينش وكي يضروا بزاف يعني ما قدرش يلبسو لا فقح مالكين عاس قاصح ولقيت عبتاني مشكل بالنسبة لهذا كيبما قالت اخت فاطب الزهرة بالنسبة لتحليلة دياله يعني تحليلة ديال هاد المرض باش تشبت عنه كين المرض حيث اغلبية اللي كتنشي عنده يقول لي باش عرفتي باش عرفتي عندك هاد المرض اه اجتني غالية بزاف اغلبية اللي حال اغلبية اللي حال وما كينتا مساعدة يعني ما كدخل نتا مساعدة لا من امو لا من تحل يقول لك حيث كتدار برد المغرب ما عندنا ما نديرو الكفية يعني يصير موت يعني يصير ما عندنا ما نديرو الكفية يضر في الخاطرات يضر في القلب شكرا اغلبية اللي حالية الامراض اللي ما معروفينش اللي حتى الطباء. ما ما عارفينش الدياجنوزيك. ما عارفينش كيفاش يتعملوا معاه. ارى مشكل كبير. مشكل كبير. الاخت فاطم زهراء. نعم. عندك عندك شراقة ما انا عارف صعيب الاحصائيات المارية ما تنسيقش فيها. مثلا ولكن وش عندك شراقة مش حال للناس اللي كانوا متضرين. هي كل خمسالافة سراشيد كين واحد. كل خمسالاف ديال الناس كين واحد فيه ما اخفى. يعني لا لحسبنا المغريب ش حال تعطينا تقريبا مواحد تقريبا. ما نقدرش نعطيك افكتيف اكزاكت. باش نحسبها ولكن غتعطينا واحد اتعطينا واحد العدد. اه غتعطينا واحد العدد كبير للاسف. والدولة ما مسوقاش ما قلبتش لي على واحد الحل او باش تساعد المواطن. وكين حاجة اخرى سراشيد حينت الاقت ماليكا كان عارفها وكان عارف الولد ديالها قوساي. مسكين نظيم ان اقت مادرشي جمعية كتجي لشي مجمع هاكا. كتعاني لانها ام تلاتة ديالاطفال بينهم قوساي اللي هو مصاب مارفو. وسمح فيها الاب لانه عندها وس reasonable. ام تحطي مكتب موضوع اخر. احنا غدب كو leaving وعلى أم وعلى أولادها وتكون سلطرة مع أولادها ومحتاج تقعها سعيدة لشي حاجة حالة أمرة ماشي مشكلة ماشي مشكلة كنت يقول لك ما تلومش لا تتعلم الناس لا غادين غادين لوم الراجلانا غادين لوموا خصوا يترجلوا كالي تكتب لك ما تلومش الناس في الغياب ديالهم لا أي راجل ما يترجلش مع أولاده وتلوموا أنا تنقوله وتقعد بها أي مرأة خاصة ترجل مع أولادها وأي راجل خاصة يترجل مع أولاده ما كان ولدوش ونسمحوا في الولاد وما كان تزوجوش ونسمحوا في المرأة سالينا هذا هو اللي كي ترجلوا معنا باش نديروا واحد الوطن واحد المجتمع لائق ماشي الرجالة هاربين الأغلبية هاربين ما تيخلصونا فقا ما تيساعد عند كل أولاد منين ولداتهم جابتهم متلاجا أنت ما تفاهمتيش مع المرأة هاش دخلك في الولاد هوا ما مراد هوا ما زيد وزيد ما نحن تنظرو عامة غادي يجي واحد يقول لك لا ما تلومش لا غادي يلوم الرجالة اللي ما كيترجلوش وهل لوم حتى النساء اللي ما كيترجلوش بتكونوا الوليدات عند الراجل أو العكس حات كنت العيلات اللي زادوا مع الطريق لظروف ورجال اللي زادوا مع الطريق لظروف ولكن الولادة هش منذنبهم هش منذنبهم ترجل وقف مع أولادك أو ترجلي يبقى مع أولادك ماديا لكانت أو معنويا ولا بيناتكم مشي مشي يشغلكم هذو مشي نولدو هي ولدتو مع مع أطنية خارج المتلاجة نكونوا واقعين نترجلو نكونوا واقعين إلا بغينا نغيروا الواقع إلا بغينا نغيروا راسنا وسألات لهضراء الأخت ما لك يا آخر كلمة بغيت نقول واحد كلمة في نطاق هذوي كي يقول لك ما تلومش الراجل تسوقيش ليه أكمل يزيد القدام تسوقيش أنا الحمد لله أنا متقبلة حيث مادم عندك المرضو الحاجة اللي كتجي من عند الله مرحبا بيها وممكن نسؤل الله الشفاء الجميع المرضى والله يوفق الجميع اللي كيدير الخير الله يجزيه بالخير والحمد لله على كل حال وكانت من الشفاء لجميع المرضى وشكرا جزيلا أخت عطيم الزهرة وشكرا من السيدة الأخرى وخمع عشر سميتا وشكرا لك أخويا راشيد بارك الله وفيك والله يجزيكم بالخير مرحبا شكرا شوفوا الله معنا معنا تقريبا 468 واحد معنا 468 عفاك اللي عنده الميكرو يصدوا عفاكم عندنا 478 واحد معنا في اللايف يعني إذا درتوا شوية ديال اللايكات را غيطلع هاد اللايف غيت تعرف هاد المرض هذا وليتناقش اليوم عشرة دقائق وغنسألي وعادة كانسأليه مع الحداش نهار الثلاث ولكن غنبقى وتالي حداش ونص اللي هي العشرة ونص ديال المغرب عشرة دقائق غنزيدوها معكم هاد اللايف غنحطوه غده في اليوتيوب في قناة ديالي والإسم ديال المرض اللي كنهضرو عليه كنزيدو نتعرفو عليه يعني ما عنديش ديراية كبيرة عندي واحد ديراية قليلة بسيطة صغيرة ورا كنقولو اللي هو زنا تعرفنا عليه وتعمقنا فيه اليوم شوية اللي هو متلازمة المارفان أو ما يسمى بمالادي دماغثون أو لسندغوم دماغثون لعداد ديالناس ضايرين بيكم يمكن فيهم هاد الماراض أو طريليهم هادا أو الأقارب ديالكم اللي ما عارفينهاش يعني ضربوا فيهم اللي فكد يعني الأخت فشتوا الأخت فاطيم زهرارة بوحدة تقريبا كالتقاتل وكي قررت نهار سبعة وعشرين تناش هو اليوم ديال المارفان اللي ست اللي ست دوز اللي ست دوز باردن هاد ثوما اللي ست دوز يعني نهار سبعة نهار سبعة نهار سبعة تناش شهر ديالسومبر غايد دير اليوم العالمي أو المغربي ولا سميه اللي بغيتي اللي بغيتو هاد تعريف بهاد الماراض تعريف يعني أقل ما يمكن هو تبارتاجيو زيديو اللي غد تحط غده أو هاد سميه تبارتاجيوها أو فيديوهات واحدة واخرين باش يتعرف في المغربي إن الناس راكت عاني في الصمت كاللي ما هارش رأي عنده والموعد اللي بغيتو تشجعوا هاد الجمعية أو هاد المبادرة راه نهار سبعة اطناش هو اليوم العالمي يعني يدخلوا عن الأخت فاطيم زهرار دعموها بشي طريقة شوفوا ديال أضعف طريقة رأي يتبارتاجيو هاد النهار هاد باش يتعرف أو اللايب اللي غنحطوه في ال في ال واحد واحد المعلومة سيراشيد نعم وأن هاد المرض كان قبل كان إنسان ما كيقدر شي تعدد 22-40 سنة وكيموت دا بقي لك كانت الرقابة الطبية والكون دخوله كياخد دواه وكل شي كيقدر يعيش بطريقة عادية أوكي شكرا عطينا آخر كلمة ديالك الأخت فاطيم زهرار ومبعد ندوز الإخوة اللي معنا ونختمو الحلقة ديالنا مغيري لك كان شي ضيف تيبالي كان ضييف كتار اللي بغو يطلعوه ولكن للأسف اللي ضيق الوقت غدين نخصنان نقدو ناخدو ضيف آخر أو ضيفة ومبعد نختمو الحلقة باش نجيبوه 11-11-11 ديال هنا معنا شي ضيف آخر الآخر يتي مخارج الحلقة سمعو الضيف آخر أو ضيفة راضية مساء الخير مساء النور كيفكم بس عليكم بريطانيا هذا المرض لا يشافي بعد الأخوة اللي مرض نفس هذا الأعرض لأننا أنا معيشة شي مع بنت عمي عندها هذو النور لأمراض صراحة نتعبها بزي سمحوا لي أنا بالنسبة لي أنا مشعلة هذا الشي تمدعي لي هم هذو الناس اللي مرض مساكن ويكن ما تقلقوش كل وزير الصحاف كل وزير المالية عنده واحد من أولاده صد عليه صد عليه الدر واحد بسلاسل واحد دير اللي هو أربعة دير السيكريتي حضينه يعطيه في الشوكات وهذو النوع دير للناس أصلاً ما عندهم شي دوا مساكن شتو يعني من وزارة الصحة هم مساكن ما صيبوا شي دوا عاطيهم الله تهو ميا أشي تلهو وطالبنا نحن ندعي معاهم أنا مني كانوا تيطلبون مني ندعي معاهم أصلاً كانت تجيني الخنقة كنت نحشو موندان بغير ندعي فوجههم ندعي لهم مع أولادهم تنحاول لأنه كان آكل عيش وكانت تجيني الخنقة وما زلت نعرف منهم بزر وكما تنقولوا اللي ما عنده شي حاجة تعب صغير عنده كبير أوكي يعني هذا النوع دي الوزارة تهو مارا عاطيهم ربي فاش يتلهو أوكي هذه هي الكلمة دي علي شكراً ولمرضى الله معهم والمسكين الله معاه وقلبه عمر بالإيمان ما يخافش شكراً هذه الكلمة دي علي أوكي شكراً للي التدخول دي ما كانت شي لك كان شي أخي وأخت معنا اللي عنده علاقة مباشرة بهذا المرض يعني في هذا المرض أو شي قريب دياله فيه مرض لكن شي ضيف آخر ناخده قبل ما نختمو الحلقة أنا الرجال أوكي ناخده ضيف آخر ضيف ومن بعد نختمو الحلقة دينا أهلو مساء الخير مساء الخير مرحبا ديك فاطيما ياكل اسم ديالك فاطيما فاطيما من 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 إسبانيا أوكي مرحبا بك فاطيما عندك علاقة بهذا المرض أو أنا أنا شحال هاتي خصني نظر بوينو أنا أنا قنحكي واحد المشكل أنا عندي فحق ما عندي شهد المرض هذا عندي واحد العائل كأولولهم السيندرومي ذاو العرفوك ما سمعتك شمزين اسمية اه اطلق عندي واحد العائل السيندرومي ذاو السيندرومي ذاو سيامان متلازمة داون آه اوكي داون سيندروم داون سيندروم اه سي داون سيندروم اه اه خلق في 2013 اه سي وديك هاديك 2013 بحق أنا خلق ليه نفس بانيا اه شحال فامر 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 ما خلق شي في المغرب واحد اللعب هبطت المغرب عيدك 2019 ماسو مينوس اه انا هبطت المغرب ومرض قطع عرف انت هديك العيال عنده مزاف مشاكل بالمرض نعم مشيت تم المغرب مشيت كواترو كلينيكات هيدا اربعة كلينيكات حتى مرض لك تم ما فهموه سي في المغرب يعني مرض ما بقى شي كيقدر يمشي ما بقى شي كيقدر يتنفذ ما بقى شي كيقدر بسفت الحاجات يعملون نعم فهمت ساعتك انا كلينيكات الوالتما قلت لي اتلي شوف ما الاحسن هدي العرف خلا اطلاف ماذا فادي كيسميتو اسبانيا اتلي دي المطعوف خلا هنا ما تنجدوه وخل عيونها تكو ما تكو ما تكو لدوله اولو جيبتو انا جيبتو انا هنا بقى يومين فالطبيب غيك فالطبيب اللي خلق فيه هو بالضبط غيكا ندخلو كيشوفو الوجهو تدخلو يومين نهار الثالث خرج صافي خرج كيمشي ما في حتي شي حاجة وحدى والمغرب دورت على اربع الكلينيكات ماشي تعمل الكلينيكات دي الفلوس ماشي ديال قراتيس زي دعما هذا ودبا انا كل عام كنهبط للمغرب كي جيني الخوف اوكي هو دبا هو ما كتشوفي ولدك وش كيبان فيه عندو داون سندروم السيدروم يا ضاو بني برفيتامية السندروم يا داو علاش بني نهار خلاق انا انا في الاول ما كنتش عارفة فهمتي انا قالوا لي عنك الريزقو ما در فيهم فهمتي يعني اصلا ما عندي شي تطوار على ديك المرط هدك على ديك الخليقة هيداك منين خلاق اللي بني بدو جاو الارط يبقوا ديك شي قالوا امكان السندروم ذاو يعني متالزيم ضاون ضاون ولكن وتيبان مي كتشوفو وتيبان لكرا كين نو ميرا ابني ابني هادي انا ابني كين هار عندو بزف عينو عندو العينين بحال ديال هادي دتشينو فانت عندو عينين تبان في الوجه مدوار تبان العمق ديالو تكون قصير الودنين تكون صغار نو 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 عندو نورمال نو عندو نورمال نو والعمر ديالو كيدير في التصرف شال في عمرو دابو عندو دابا في عمرو 11 يعني عندو 11 عام وكيف كيتصرف كيتصرف 11 عام ولا أقل ميلاو ناكوسا أنا بني أنا بني عندو قالو لعله حسب الأطباء دهنا انت عارف اسبانيا عند الأطباء قوين ماشي زعم شي حاجة غير دو صافي والسين تروس والمهم أنا بني عندو 6 شهور مشال واحد سين ترو زعم شو نقول لا يعمر سلعة مشال تم وليش بدو كي بدو كي هادي كي يحتل شي يا من ناكي يجي لك ساعد قالو لي عندو عام ديال اللي تراصل كتقول لونتو ما عام ما أطل لا تراصل لا تراصل بالبوليما تراصل عربي صحي صحي درجة درجة حسن أبنو أبنو اسبانيو نا خدمت درجة احنا مع خودنا تندرجو تندرجو سي فارق الله فيك مرحبا ديالساعاتيك مشال تم ودو شكالو اللي عندو عم تراصل مني عمل بني تلت سنين علاش كان في ورديرية قال حاض انا ياك مني كيعمل ديال تلت سنين كيقول لك فتش مدرسة البنك في غيمشي إما المدرسة ديال بريبادو إما الدولة وقد بريبادو الدولة كتعون فيها نعم طبيعة الحال طبيعة الحال تكاد عرف في اسبانيا كيف نايا نعم ديك سأنا بريفينيا مي مي خور هذي كندرسة ديال بريبادو بحاله هو داون بحاله نفس اختصاص يكونوا اختصاصين هذا كل مزيد اختصاص مهم انا بني اديتو احصل درسة اختصاصية اختصاص اختصاص من ديك الناس اللي احنانين انا في الاول وعلي ديبريسيون فتن بجود اختصاص انا اعطوني هنا يا سيكولوغا اعتوني سيكولوغا اختصاص انا ما اكلوش عليك مشيت عندي جوج الخطرة عملت ايماني في الله علاش كنت انا عندي المشكيل كنت سنتر اللي غان نشي مثلا نغال نشير لنعد الوراء الابني مثلا ورصوص يالسين دا هادي وهادي وهادي غيك نوصل عنده ومكان بدك نبكي اخت فاطمة سمحي لي غادي نقاطعك الوقت سألة وحنا كنا كنا ندروا لموضوع اخر ولكن احترام من هذا نغال نقدو ندروا حلقة واحدة اخرى باش نعرف واحد عندي دراية صراحة هذا عندي دراية مجيب المارفون يا على ش انا في 2013 قلقت عليك في الادعاء المغرب كنت كتب ادعاء المغرب ما عالت شي بالضبط ادعاء ومه اقل المهم انا ما عرفت كنت في المغرب بس لا لا كنت جيد هنا المهم دي ساعات وما ما دي ما لقيت نيش 2013 من بعد يا سيف ايه واحدة تولد سلام الحمدلله رأس صبر عندك صبر اللي درتي باشتك صراحة الله زعمة انا منك نشوف بنحنين عليا وكيك بالمي وفي شكل يعني تحييت منذك لبكي دبا عندي خوف واحد عندي خوف واحد عودتني تخني ديك الخوف دبا دبا المشكلة بلاتي بلاتي حبسي نحبسك على ذاك النقطة دلخوف قلتي فيك الخوف ياك شنو هو الخوف وباش تما نحبسه الخوف ما عرفتي شي عش من الخوف فيها دبا كثير تعرفوا فينا هادي العيال فيهم البلعاد الكونتروريس البلعاد طفايبية البلعاد تكاتيرا يعني هنا لازم دبوس ديك الدكتور كل مرة تقول لك هادي كل مرة هادي المشكلة دبا أنا اللي عندي ديك العيل أقول لها فتعلي بزال وراه ولدك هذا كيفاش ما تولي فيش علي راه ولدك رخ سكتولي في علي والله فتعلي وهات السيدة دبا عدلي قالوا لا ما تهضرش انت في الراجل ارا ما هادي ما اي اه الراجل مني كتولد له وحل العيل بحال هيدا ولا بحال هيدا والله ما قيم بقى يحملك أنا قولي صراحة بالله فاطم الراجل الكين معاك ولا ما كينش امو ما جوش نقول الكين وما كينش الناس اللي تهضروا على الراجل ما الراجل انتم هاو مجوش العيل تطلعوا معنا والراجل غائبون تخلاوا على أولادهم هذي الرجول لا احيد عليهم هذرا ما قيم حملوش ما قيم حملوش انتنا عندك العيل ماشي مزيان لا شوف كل الناس سواسية وتشوف ما ما تخلقوه تقول لما يمكننا اعزل بهمو اللون وشكل الناس سوف تولد دين وكيف تاختاروش باش لا نطوروش لهذا فاطم شوف هذ الحد هذي جاي ان شاء الله هذي الحد عندي واحد تمرين الوركشوب كون سميوها ام مشاتلية الكلمة السبروين ولمهم واحد تمرين واحد الورشة بالعربية كنعلم الناس كيفاش يتغلبوا أو كيفاش يتعاملوا مع الخوف تهمين إذا كنت إذا أريد أن تربطي معي على الخاص تكتبي لي على الخاص لكي نعطي للفارق الذي يعمل معي أو مكلف معه لكي يسجلوك مجاناً يعني ما تخلي صيوانه وتحضرين هالحد لكي تقرأي وتستفدي وتنفعك في حياتك ولكن شوف وش دراس كرانه لحد مال العشرة ديال الصباح توقيت أوروبا حتى الوحدة أو الجوج وانتي كنت تقرأي بش دماغك لكي تقرأي لك ذلك الخوف إما ما غيبقاش ما غيبقاش يمكن مشي الكلمة الصحيحة غنعلمك كيفاش تغل بي أو كيفاش تتعاملي مع الخوف يعني انتي ما غتخلصيش ربطي معي على الخاص وهذا يكون واحد المهم واحد الفارق هو اللي يعاونك شوف ربطي على الخاص باش ما نطولوش ونهار أخر غادي نديرو حلقة خاصة على الدون سندروم حتى هو سيخرج والباشار ديالنا يفيق شوية عارفك باش كيتتعاملون الناس كديرا ما بينوك ما بوينو والو وصافي حبس ما بوينو والو حمسي سلام عليكم سيرت نعسي خداما غدا يا الله بناده خداما غدا واش خداما غدا واخداماش واخداما يلا بوينو تنال حدوك تبعه للخاص غوز بيصاب لآخر كلمة شكرا لك شكرا لك غدا ما دام غدا نعود غدا تكون تتيمات في اللايف الماجي كان واحد سؤال الفاتم زهرا هناك الكثير من المساعدة في الوصف الوصف 7 سنوات وحثثث على المساعدة الوصف يتجرب من المساعدة في الوصف مادم في مدعب الوصف يتجرب من المساعدة في الوصف نعم. نعم. لدينا رب أميه. لدينا رب لدينا رب لا شوف لما تصفتي لدينا وارو أنا ذهي حاجة عند علاقة بالفلوس أنا ما تنخل ما تنخرج شوف اللي عنده أي ديرا يبغي الساعد سيدخل عند الأخت فاطم زرارة معنا في المياه اللي ما عندو شي تتصل فيا قد نعطي الرقم ديال هولادا بيناتكم أنا ما أدخلوني لا في الفلوس لا في الزواج حيث واحد واحد ما غايشوفك غادي في واحد طاو موبيلة ولا مرعا في قاسكت وكل بشي بلاسة زوية اوه شوف الفلوس اللي سيفتنا لي انا ما سيفت لي ايام ما سيفت لي سنقولها لكم هادا كشي اللي خاصة تكون وهدا وهدا هو النوع ديال الجمعيات اللي خاصكم تعاونوا انا تنساند وهدا هو النوع اللي خاصة نتعاونوا مشي واحد غادي الجبال واحد صحت وقدو قداش طالع للجبال وتيوريك الناس الفقارة المغاربة في شوهو هنا نقولو وتعاونوا مع اضلا مرامسكينا وتعاونوا مع دراج انت بعدها اشكا تدير ولا انتي اي اشكا تديري هدا كرا شغول الدولة هي اللي ولا 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 غا تعاون غا تعاون بالاستراق ما شي غا مشون سعا باش النص سع الفلوس تديروا في الجيب ونص شتوا اغوش واضروة واش كتفكروا عندك تقولوا يقول بوكهم بالدريجة اليان ما اخوتي تعاونوا مع هذا المرة مسكينها شوف كديرها فين ساكنة مع الوليدات وانت وما خدام ما كاتقرها كيفاش باش كتلقى لو وقت كتبقى تدرج مع هذا الشي هذا افسر لي انا انا نقول لهم كل اخفض الموضور ولكن حل وناقش ها دي من جهة ومن جهة اخرى رشيد الناس كتلي دي كتتسول على اللاطولية لغا دي الدير شوف اللي كتسول على اللاطولية او التمرين او الورشة او الوركشوب انا كنحاول نخربك معكم شباش كل شي فهمه على حساب كل واكال انا سيكون نهار سبعة وعشرين هذا الحد هذا اللي جاي مل عشرة صباح توقيت الاوروبا او تسعود توقيت المغرب حتى الوحدة او الجوج تقريبا ثلاثة حتى الربعة تسويع وانا تنطردق لك رأسك تنقوله او تنبروغرامي لك الدماغ ديالك باش تعارف كيفاش تتعامل مع الخوف خمان عارف قنبولة جاي غا تعارف كيفي غتتتعامل معها يعني غا نقريك غا نقريك غا تخدم حتى انتها تخدم دماغي انا هير غا نوجهك نهار الحد اللي بغى المعلومات او الرابط ديلها غيكتب لي على الخاص او غيدخول هيل السوشيال ميديا ديالي انا كين في يوتيوب كين في فيسبوك كين في الانستغرام كين حتى في تيك توك كين الاشهار وكين واحد الرابط كتسجل فيه على المباشر فاهمين وهيكون واحد العدد محدود هات بعض مره درت وراشات وتكونوا فيهم بزاف الاستفادة كتكون قليلة دابا العدد محدود ما عافشو شو بقاش بلاسة ولا ما بقاش كتبوه وتقول الخير ان شاء الله ريتشي ما برتيش قاع اليومان عطوك كلمة إلا عندك إلا بغيتي الريتشي راتيك حبته واطلبوا لي الشيفاء ان شاء الله شكرا وغادي نقول لكم تنظن كالليقاء شيق نتمنى ورقم استفتو نتمنى الجامع الشيفاء ان شاء الله ان شاء الله نبا نشوف الشيفاء ريتشيك الناس اللي كتبوا بغينا المسابقة المسابقة غادي نديروها نرجع ان شاء الله نتفكروا مع الاخوان والاخوات اللي معنا نتمنى رقم استفتو مادلاي فادو نتمنى ورحنا غادي نقولوا نشوفوا الطرف الاخر بطريقة مختلفة يعني باحترام هادي نقول لكم شكرا للناس اللي حضروا معنا شكرا لفاطيم زهرة شكرا لريتي وشكرا للغوزي صابر وشكرا للناس اللي تدخلوا معنا ومرة اخرى اليوم الجمعة مع العشرة ديالنين توقيت اوروبا تسعود المغريب الموضوع الله اعلم صبح والاخر شكرا مع السلام شكرا 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 شكرا